الاختبار التحصيلي هو أن نساعد أبنائنا وبناتنا الطلبة لاتقدم على الجامعات بيسر وسهولة ولذلك إحنا أتحنا الأختبار عن بعد لأمرين الأمر الأول لراحة الأبناء وأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من عناء التنقل إن لم يرغبوا في ذلك هذه ناحية الأمر الثاني أن نحافظ على البيئة التي يؤدون فيها الاختبار بحيث تكون بيئة آمنة وشرط الأمان للبيئة سيكون متاح للجميع سواء في الاختبار عن بعد أو في الاختبارات الأخرى التي ستقدم من الهيئة نحن نثق في أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات نثق في مستواهم العلمي والمعرفي ونثق أنهم إن شاء الله سيكون قادة للمستقبل القريب بإذن الله تعالى وأن يكونوا من مقاومات النجاح لهذه المملكة الفتية فلذلك لا نريد أن يقلق الطالب أو الطالبة بحيث أن يكون القلق مصدر لإعاقة الأداء الجيد فأحيانا عندما يزيد القلق عن المستوى الطبيعي يكون عائق للأداء الجيد فأتمنى من أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات أن يأخذوا الأمر بأريحية كاملة يدخل الاختبار وكلهم ثقة بأن يكون أداءهم جيد بإذن الله تعالى بالنسبة للاختبار العلمي لدينا أربع مواد أساسية هي الأحياء والكيميا والفيزياء والرياضيات وعدد الأسئلة في مادتي الأحياء والرياضيات 12 سؤال لكل مادة وفي الكيميا والفيزياء 10 أسئلة لكل مادة من المرض بحيث يكون طول الأختبار أو عدد أسئلة الأختبار 44 سؤال موزعة طبعا على السنوات الأولى والثانية والفصل الأول من السنة الثالثة طبعا التركيز على السنة الثانية هو الفصل الأول من السنة الثالثة وعدد قليل من الأسئلة في السنة الأولى بخصوص الاختبارات محوسبة أو اختبارات عن بعد طبيعة الاختبار عدد الأسئلة كلها موحدة في كل هذه الوسائط الشيء الجديد في هذا هو أن نتيح الفرصة لأبنائنا وبناتنا الطلبة أن يقدموا هذه الأختبارات بالطريقة التي يختارونها لكن الأختبار نفسه موحد في جميع هذه الوسائط طبعا الحذف حذفنا من المواد بما يقارب 16% وقد تصل إلى 25% في بعض المواد الأخرى لكن ما أود أن أؤكد عليه أن الحذف هو عن الجوانب التي تتعلق بالظروف الحالية التي مرت فيها أو مرت فيها أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وحدة من الأشياء التي أضفناها في هذا الاختبار أنه زيادة الوقت هناك وقت إضافي أكثر من خمس دقائق في كل الاختبار للمساعدة لعملية الظروف الأختبار الجديدة وأيضا لمساعدة الطلبة في أن يكون عندهم وقت أطول إلى حد ما للتعامل مع الأبنود الأختبار وأسئلته كل هذه الخدمات التي تقدمها الهيئة هي أولا وأخيرا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وحفاظا على سلامتهم جميعا أتمنى لكم التوفيق